هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ معكم هشام نوستيك على قناة دايلي بوت هشام نوستيك كاتب والأديب الكوتش والطبيب علامة عصره فالسوف العدمية البراغماتية داوي خاوي اللي اعطاه الله شوية للقبول وهو بشدير أمر أحمد عاصيد هو ديك النقطة ديك النقطة يلطفش بالأسام ضلمة أحمد عاصيد هو النموذج والمثال الرائع ديال المثقف اللي بغي الخير لبلاده محمد رافيقي هو اللي تعطيني الأمل ديال أنه كلنا في الجوهر ديالنا كنا الإنسانية وكين واحد النسخة زوينة ديالنا وخايمشي الإنسان في التطرفش حل ما ماشى ديما تبقى داك الخير في الداخل دياله ديك الإنسانية في الداخل دياله نسرين الراضي بينات النفاق وسكيزوفرينية ديال طبقة كبيرة ديال المجتمع اللي تتبين تقوا والوراع وتتبين بأنها حارسة الأخلاق ولكن في الباطن ديالها كين غير الأوسخ هشام العسري هو من الكتاب والمخرجين القلال اللي تديرو خدمة نقية في تنوير ديال المجتمع دياله الشيخ ياسير العماري كنت مازال في أيام الجاهلية كان غادي يكون من أحب بالناس القلبي عنده ديك الطريقة زوينة للهضراء عنده ديك البساطة وديك الطيبوبة يعني تبغيت تريح معه وتبغيت تسمع منه لكن للأسف ذاك شي اللي تدير غادي يبقى في التاريخ على أنه كان من الأشياء اللي عطلات عجلة الحدثة والتطور في المغرب الشيخ الفيزازي تنظن أنه في الجوهر دياله إنسان طيب ربما در أخطاء وبحكم الخدمة دياله والمكانة دياله والمتابعين دياله ربما كان مضطر أنه يدير شي حويج اللي هو ومشي بالضرورة مقتنع بهم لكن تنظن أنه إنسان طيب في الجوهر دياله الشيخ ردوان تتعجبني الفكاهة والطريقة الكوميدية بشتيه دار و بشتيكتب لكن المشكل هو أنه ذاك شي ملصق شوية بالدين و شوية ديال ضغدقة العاطفة الدينية فهذا هو الجانب اللي ما تعجبني محمد الريسوني دار مشهود كبير في علم مقاصد الشارعة ولكن في آخر المطعف ذاك شي تبقى غير تنكب بول ما في الرملة لأنه مقاصد ولا ماشي مقاصد إلا تدخلتي في المعقول غادي تلقى نفس المشاكل اللي كينة في النصوص الدينية سواء بمقاصد ولا بلا مقاصد ما غاديش تقدر تحل المشاكل اللي فيها ردوان الرمضاني تيدير خدمة زوينة بزاف تتعجبون للبرامج دياله والناس اللي تيديروا بحاله يعدون على رؤوس الأصابع هذا الشي من البسطاوي بحاله بحال بزاف اللي تعتازلوا الفن ومعرفتش واش ضروري انه واحد اعتازل الفن خاصة يقولي داعية يعني في الغرب إلا عندك شي أسباب دينية أو روحانية أنك ما بقيتش باغي تخدم واحد الخدمة صافي الله يعاون العونات مثلها ما عليك ماشي ضروري أنك تتحول إلى داعية ولا ممتلة ولا تصدير الحجاب وتولي داعية وتتقرأ القرآن وهذه أنا ما عرفتش علاش عندنا هذا الارتباط هذا بحال يراها الجنة والنار الشيطان والملاك ما فهمت رفيق بوبكر إنسان جميل ممتل زوين خفت نقول لي شي حاجة خايب يقول لي يا سير تقضي شي حاجة دريس الروخ ماش تشي عمل دياله بتنا عرف أنه ممتل وشفت ديك اللقطة الشهيرة العجيبة اللي شوفوها قاعد المغرب الدكتور محمد الفايد حرك المياه الراكيدة هو المراية ديال النفاق وديال ازدواجية المعايير عند بزاف وخصوصا عند حراس العقيدة أنا طوطوطا عرف غير دياسك ديالو شي أحدين يعجبني الستيل ديالو كي تنتمزك له أما ذاك المشاكل اللي وقعت لي وذاك شي اللي قال ولا ما قال ولا دي ما خاطعني ذاك شي شي خاطراكس من أطيب الناس كانت فرصة عندي أنني نتعرف عليها ونهطر معها وفعلا إنسانة أصلية كما تنقوله يعني ذاك شي اللي في قلبها على لسانها مايا سواء متفقنا معها ولا متفقناش معها تتبقى واحد الإنسانة جريئة وهذا الشي تتحسب له حميد المهداوي صحافي شجع تدير عمل اللي بزاف تيخافو يديروه وتيبان أنه تدير ذاك شي من القلب وفعلا باغي المصلح هذه للمغربة مايسا سلام الناجي إنسانة ترفع لها القبعة دارت مراجعات كلامها والتحليل ديالها تقريبا دائما هو هذاك ناضي وتنتمنى لها المزيد من النجاح والتألق وليد الرقراقي هو تتحس بدك تمغرابيت يعني تتحس بدك الإنسان اللي وخا عاش في الغرب تتحس بدك الحرقة ودك الحب ديال المغرب وليد الرقراقي هدية لقاع المغربة من السماء وغا يبقى الاسم دياله في التاريخ ديال المغرب إلى أن يريث الله الأرض ومن عليه عبداللاطف وهبي كلاموزوين وفقراسنة ولكن خاص تخرج من الغضراء للتطبيق حيتي لا يبقى غير هضراء سأعمل أحسن أنهم يتكرش عبدالإله بن كيران نموذج ديال السياسة الملتاحية اللي تتبع الوهم للناس وفي الخرم كينور عزيز أخ النوش سياسي بحال جامع سياسيين تنتمنى أنه في هذا الوقت اللي بقتله يدير شي حاجة اللي تحسب له وما تحسبش عليه